استواء المرء لا يكون إلا بملازمة كتاب الله للفعل فلا غير ولا عجب أن يحرقوا المصحف هم يتمنون حلقها من القلوب لا حلقها مدياً هم يخسرون كثيراً بحلقها مدياً لأنه لما يأتي معتوه من المعاتيل مغبول من هؤلاء المخابين وأذيأ لهم الذين عندنا هذا المنسوب للمراجيح نفس الأمر فهؤلاء عندما يحرقون المصحف حقيقةً يهيجون مشاعر المسلمين والإسلام جميعاً يقومون صفاً وحداً تتواحد السبب حتى مع الاختلاف ويقولون هذا هذا هدينا هذا إمامنا هذا قائدنا كتاب ربنا فيلتزمون بالكتاب ويتمسكون بالكتاب وهذا على غير ما يراد فلذلك المتفطنون منهم يقولون احرقوه في قلوبهم لا تحرقوه ورقاً أمام عيونهم ده المراد وده المراد بنا وده اللي بيحصل الآن التهديم من تحت ونحن لا نستيقظ كل من علينا يفعلون ذلك اسمه الحرق بنعومة القتل بإيش؟ القتل بالسم الناعم يطبطب على واجهك هكذا بيد من حليل لينة وكلها سم هو الذي يفعلونها ذلك هدم اعتقاد مفارقة القرآن هدم السنة انتهت الأمة الإسلامية وده المرتب يعني لا يخفى على مثلك وانت تنظر في الواقع نظرة ممحصة ترى جنود مجندة من المستشرقين جندوا البله الصفاء كالترعة طبعاً تخصد بها الترعة الترعة اللي بيكلمه على البخاري بيكلمه على أم الأربعة رجل مغفل لا يعرف كوعه من بوعه وهو يتكلم على البخاري وعلى أم الأربعة ولو سألناه على نواقض الودوء ضرب قفاء بوجهه ما يعرف شيئاً ويصدر يصدر فأزناب هؤلاء أمثال هؤلاء يخرج ليضرف السنة يقول لك والبخاري طب ما فيه وهم والبخاري كل صحيح طب تعالي تكلم بقى مش قل فلان فلان ويضرف البخاري ثم يضرفه مسلم يضرف الأحاديث يريد يضرف السنة التي تبين القرآن ثم بعد ذلك يشكك في القرآن ويأتي الروافد طبعاً قالوا بأن سلس القرآن هو اللي بين أيدينا فهم يقولون والرافد إخواننا ده المذهب الخامس يا رجل رجل بيكفر من اللي يقول القرآن محرف بيكفره وانت بتقول مذهب خامس إبقى ماذا تريد فأني فهنا البيوش المجيشة دخلت لحرق المصحف في القلب فأنت لا تتعجب أن يحرق في الظاهر هم يخسرون عند حرقي في الظاهر يوحدوا الصف المسلم يجعلوا ناس يقولون كتابوا ربنا كتابوا ربنا ويلتزمون بالكتاب ويقرؤون خسروا كثيرا لذلك هم مخططهم مخططهم الأصيل في هذا الباب حرق المصحف في القلب لا لا على الورق وهدم العقيدة وبعد الناس من السنة